الظاهر كده ان الحيوانات بقى عندها رحمة اكتر من ناس كتير قوي الظاهر كده ان البشر بعد كده هتتعلم من الحمار معنى الوفاء وهتتعلم من الحمار معنى ان الانسان يقف جنب صاحبه ازاي بنضرب المثل بالحمار دايما لما بيلاقي حد ما بيفهمش بنقوله انت حمار النهار ده الحمار بيرد على كل انسان ويقوله لو انا حمار عشان ما بنفهمش بس ما بسيبش صاحبه وقت ديئة ما بسيبش صاحبه وهو محتاج لي ما بشوفش صاحبه واقع على الارض واسيبه وامشي ما بشوفش صاحبه محتاج لي وامشي واسيبه وقول مش مهم النهار ده احنا اللي هنتعلم من الحمار لما يبقى في حد واقع في ديئة ما سيبهوش وامشي لما يبقى صاحبك محتاج لك ما سيبهوش وامشي الظاهر اللي هنتعلم من الحمير بعد كده معنى الوفاء ومعنى ان احنا نبقى نقف في ظهر صاحبنا لما يحتاجنا شكرا